الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد أحباء الكرام نحن في هذا اليوم من شهر رمضان المبارك نسعد بصوم يومه وبقيام ليله لمن وفق إلى هذا وهذا من الرحمات التي من الله بها علينا يا إخوة الإيمان وكنا في الجلسة السابقة قد تكلمنا وأشرنا إلى الحديث الذي يغير به الله سبحانه عز وجل أحوال هذا العالم الغيب في شهر رمضان هذا الحديث يبين أنه إذا جاء شهر رمضان ما الشيغي العالم الشهادة ليتغير عالم الشهادة هو الحاجة لنشوفها العالم الغيب حاجة لما نشوفها نحن نشوفه في رمضان نشوفه بعضنا بعض صايمين نشوفه الناس صايمين نشوفهم يتلون القرآن نشوفهم يقومون رمضان يصلون ليلا نشوفهم يجودون يتصدقون نشوف الرحمة لتنزل في قلوب الناس نشوف كيف الناس يسعدون كيف يوحد هذا الرمضان من شغل الشعائر بل المشاعر تعال أمة في جوع واحد متحد في عطش واحد في صيام واحد في لحظة واحدة تأفطار في لحظات واحدة تأصحور ويمتد هذا من مشارق الأرض إلى مغاربها حتى تضمن الأمة هذا التواصل الزمني تعال عبادات في شهر رمضان هذا اللي نشوفوه في عالم المشاهدة أما عالم الغيب خبرنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يحتاج في عالم الغيب نحن الجن ما نشوفهمش لكن الجن فيهم درجات فيهم المرادة فيهم الشياطين فيهم الغول يعني هناك درجات سمهم الشرع لكن الكبار تحمهم المرادة هذا يربطهم ربي في شهر رمضان ثانياً النفوس فيها خبز كذلك بعض النفوس تعصي الله لأن الشيغل الشيطاني وسوس حتى النفس كذلك لها وسوسة فإذا صفدت الشياطين فالنفوس قد توسوسه والهوى يملي والدنيا تغري وهكذا شياطين الإنس كذلك كشياطين الإنس ولهذا تشوفوا كلما جاء رمضان الأمة المحمدية تستعد له بالذكر والأمة الشيطانية تستعد له بتدنيس هذا الشهر خاش هذه الأمة الغضبية والأمة الضالة عارفين نكون ننصوم رمضان بالصفاء والنقاء والطهر هذه الأمة تتبدل وتشحث عزائمها وتستنهض قواها من جديد وبالتالي يخلون ناشي الصوم شهرا ناقيا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشياطين ومردت الشياطين بالآخص تصفد ثانيا الحدث الثاني ليوقع أن أبواب الجنة تفتح أبواب الجنة تفتح الجنة يفتح لها ربي أبوابها فلا يغلقوا منها باب معناه هذا إشارة إلى أن الإقبال على الجنة يسهل معناه دخول الجنة يسهل ربي رأي يقولك ها هو رمضان حليت لك باب الجنة أدخل معناه كل الأسباب متوفرة باتدخل ثالثا يغلق لك أبواب النار معناه يغلق لك يثق لك على المعصية المعصية تقول لي تجيك صعيبة اللهم اجعلنا من عتقائك يا رحمن كل إلى ربي يحرر ناس تكون مكتوبة لأيوم النار مكتوبة يدخلوا للنار يسمح لهم ويعفو عنهم والله سبحانه وعز وجل يفتح الرحمات والبركات والخيرات ويقبل العاصين وتشوف المساجد تمتلئوا بالمصلين إنسان ما يستهزيش بالناس ليجوغل في رمضان هذا فتح من الله هذا هداية الله نسأل الله سبحانه وعز وجل أن ينفعنا بما سمعنا إخوة الإيمان والحمد لله رب العالمين الحمد لله الشكور الحليم الحمد لله المنيان الغافور التواب يا ربي أعنا على إتمام هذا الصيام ووفقنا للقيام اللهم ووفقنا لإدراك الليلة المباركة يا رحمن وأعنا على صيانة صومنا والحمد لله أولا وآخرا تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح الأعمال منكم